المزيد من تفاصيل والمتابعة حول هذا الأمر ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ السيد هاني الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية أرحب بك معنا إلى هذه النشرة أستاذ السيد يعني بداية قراءتك لمخرجات القمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض وإلى أي مدى هذا الموقف العربي الإسلامي الموحد سينعكس ربما على هذه الأزمة في قطاع غزة وينعكس ويؤثر أيضا على المواقف الغربية في هذا الشأن تحياتي لك يا أستاذ دينا ولفريق العمل بالبرنامج والأستاذ المشاهدين القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عقدت بالأمس في مدينة رياض أصدرت 31 قرار كل هذه القرارات تندب بالعدوان الإسرائيلي على غزة وبالفظائع والمذابح التي تجري في هذا القطاع وتطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن وكافة المنظمات الدولية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة والفاعلة لإجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار ولكن نحن الآن في وقت الفعل لا بد من توضيح آلية يبدأ بها تنفيذ هذه القرارات لأننا لما أقرأ الآخر قرار في هذه القرارات وهو القرار رقم 31 بينص على تكليف الأمينة العام لجامعة الدول العربية والأمينة العام لمنظمة التعاون الإسلامي بمتابعة تنفيذ القرارات وعرض تقرير بشأنها على الدورة القادمة لمجلسيهما هذا لا يكفي خليني برضو أشير إلى القرار رقم 4 في قرارات القمة والذي ينص على دعم كل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكافي ما شكل هذا الدعم؟ ما آلية هذا الدعم؟ لأن مصر النهاردة بتتحمل وحدها العبء الأكبر في تجهيز المساعدات وإدخالها إلى قطاع غزة الدعم يجب أن تكون هناك آلية لمساندة مصر في إدخال هذه المساعدات لا يكفي أن كل دولة تحمل طائرة عشر أو عشرين أو خمسين طن مساعدات وترسلها إلى مطار العريش ثم تتحمل مصر وحدها العبء الكامل سياسيا وأمنيا ومن كل نواحي لإدخال هذه المساعدات وبالتالي نحن الآن في حاجة إلى آلية يتم الاتفاق عليها لتنفيذ القرارات التي صدرت عن القمة بالأمن في شق آخر أستاذ سيد الموقف العربي والإسلامي الموحد فيما يتعلق بالقضية والعضوان الأخير على قطاع غزة المستمر من أكثر من شهر إلى أي مدى يعني يجابه هذا التوحد والتوحيد في الأراء ما نشهده من توحيد في المواقف الغربية ضد القضية الفلسطينية الموقف العربي والإسلامي الموحد الذي تابعناه ورأيناه بالأمس في اجتماع القمة يجب أن يترجم إلى إجراءات فاعلة بالضغط على الدول القبرى التي تقدم المساندة والدعم لا محدود لإسرائيل وكذلك بالضغط على إسرائيل لأن السبعة وخمسين أو ستة وخمسين دولة إسلامية بما فيهم الدول العربية بعض هذه الدول بترتبط بعلاقات اقتصادية وعلاقات سياسية مع إسرائيل يجب على هذه الدول أن تمارس الضغط على إسرائيل لإجبارها على وقف إشلاق الناس نعم فيما يتعلق وحضرك تتحدث عن ضرورة ترجمة هذه المواقف إلى قرارات ملزمة أو تحركات ملزمة على أرض الواقع كان من بين مخرجات هذه القمة أيضا مطالبة لمجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار حاسم وملزم يفرد وقف العدوان ويجبح جماح السلطة الاحتلال الإسرائيلي لأي مدى يعني ترى أن هذا ممكن شوفي يا أستاذ دينا احنا لدينا ترسانة من قرارات مجلس الأمن التي لا تسمح لإسرائيل بإقامة المستوطنات أو الاعتداء على الأراضي الفلسطينية أو مدينة القدسة الشرقية وإسرائيل بتضرب بكل قرارات مجلس الأمن عرض الحائط وكذلك قرارات الجمعية العمية وآخرها القرار الذي صدر يوم 26 أكتوبر الماضي بإجماع 121 دولة في العالم لمطالبة إسرائيل بوقف إطلاق النار وهدنة إنسانية إلى آخره ولكن يعني خلينا نقرأ خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل خطابات وفي كل المناسبات قدم ما يمكن وصفه بخارطة طريق لإنهاء هذه الأزمة رئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس في خطابه قدم ست نقاط في الخطاب كلها يمكن أن تؤدي إلى حل الأزمة النقطة الأولى الوقف الفوري لإطلاق النار النقطة الثانية توفير الحماية الأمنية للفلسطينيين النقطة الثالثة وقف التهجير القصري للفلسطينيين أو إجبرهم على ترك منازلهم والنزوح إلى مناطق أخرى النقطة رقم أربعة السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل سريع وآمن ومستدام النقطة رقم خمسة إجراء محاكمة دولية للمسؤولين عن جرائم الحرب التي ارتكبت في قطاع غزة النقطة رقم ستة هي بدء عملية سياسية جادة لتحقيق التسوية الشاملة التي تؤدي إلى حل الدولتين القائم على المرجعيات الدولية رئيس عبد الفتاح السيسي أيضا شجب عملية المعايير المزدوجة لأنها بتضرب القانون الدولي نعم وهذه هي المواقف المصرية الثابتة والدائمة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والتي دائما ما يكررها السيد الرئيس في كل محفل دولي وعربي متعلق بهذه الأزمة بشكرك الأستاذ السيد هاني الكاتب المتخصص في الشؤون الدولية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية شكرا لك